وسط غياب من التهنئة الرسمية الاف المسلمين في النمسا يحتفلون بعيد الاضحى المبارك طبعا بنقول كل سنة وحضرتكو طيبين مرة مرة تانية وتالتة واعتقد التهنئة الرسمية يمكن مش بحجم فرحة الناس في قلوبها بالعيد وان كل الناس راحت صلت العيد في المركز الثقافي الاسلامي وكان هناك صلتين للعيد باللغة الالمانية وباللغة العربية وكانت الناس مبسوطة جدا جدا ولكن غياب التهنئة اعتقد انه الموضوع منتقص لان في العادة كان دايما الرئيس والمستشار بيقدم التهنئة بالعيد سنويا فعاليا نحن دائما كنا نتحدث عن يعني عن صراحة عن ان الرئيس والرئيس الوسطي المعتدل الذي يعني فعاليا يعمل ويمثل كل من هو موجود في النمسا ان كان يحمل الجنسية او ان كان مهاجر او لاجئ ويمثل الجميع وكان يقوم بهذه مبادرة المجاملة يعني انه أكثر من مجاملة للمسلمين الموجودين في هذا الفطر عمل نعم عمل وكل عيد يعمل والعيد السابق عمل واللي قبله عمل ان كان العيد الفطر والعيد الاطحى ولكن اليوم استاذ مندوح والنمسا بصراحة في حال يعني على بوادر من الاحتقان ما يحصل اليوم في غزة ما يحصل في فلسطين ليس هو معزوفة معزوفة لطيفة والأمور سعيدة والعصافير تزغزخ لا اليوم بصراحة الجميع يحتاج إلى كلمة تهدئة واعتاد المسلمون في النمسا على أن يقوم الرئيس النمساوي بكلمات بسيطة معبرة تهدئ يعني يعني يشعر يشعر المواطن هنا الموجود هنا في البلد المتعدد الأعراق والمتعدد المشارب والأديان والأديان أن يقوم الرئيس النمساوي بتهنئة بسيطة كلمتين على الفيسبوك كلمتين على تويتر أو على اكس ينتهى الأمر نحن عادة صراحة بنكون بنراقب بنراقب كل هذه التانيقات حتى ننقلها لمتابعينا بلحظة تقريبا يعني ولكن مع الأسف هذا العام أو هذا الموسم هذا العيد لم يقم الرئيس بالمقابل طبعا سبق عيد مناسبة عيد العطحة يوم الأحد اللي فائت يوم الجمعة كانت جنازة السيدة بريجيتا بيرلاين المستشارة النمساوية الراحلة وحضر هذه الجنازة ولكن في اليوم التالي يوم السبت قام الرئيس النمساوي بجولة بطائرة اليوناردو الجديدة التي حصلت عليها حصل عليها الجيش النمساوي من إيطاليا وقام برحلة وبجولة استكشافية يعني لا نستطيع أن نقول أن الرئيس في حالة حزن فبالتالي لا يهني لكن في اليوم الثاني السبت صراحة كان في حال مالوش علاقة بالحزن أنا شايف أنه دي غلطة مساعدين هي الموضوع لسنا بموقع التبرير بصراحة ما فيش تبرير للموضوع أنا أتحدث في رأس السلطة رأس الدولة النمساوية فبالتالي أي مجاملة أعتقد أنها كانت ضرورية وعدم وجود مجاملة هذا العيد أعتقد أنها خطأ خطأ استراتيجية أو سقطة استراتيجية بصراحة لالدولة النمساوية طبعا أضف على ذلك المستشار وما إلى ذلك كلهم غير معنيين ولا حزب الخضر معني في هذا الأمر الوحيدين الذين فعليا قاموا بالتهنئة وعملات فيينا ميخيل لودفيك وسيد بابلال رئيس حزب الاس بي او قاموا بالتهنئة يعني طبعا أيضا بطريقة خجولة ومتواضعة على صفحاتهم الخاصة هذا يا أستاذ ندوح ندل على شيء فإنما يدل على أن النمساوية اليوم بصراحة من أقصى يسارها إلى أقصى يمينها عند خلل عند خلل بصراحة بموضوع التطرف موضوع عدم قبول الآخر اليوم لا يعني مش هنقدر نقول برضو نقدر نقول وأكثر من ذلك نقدر نقول وأكثر من ذلك وأنت قلت الله في شغل في هداية حديثنا أن الأيام المقبلة خاصة إحنا على انتخابات مليئة بالأحداث وملئة بالتصريحات التي ستكون مسمومة للغاية وسنسمعها وسنحللها أنا وأنت على هذه المقاعد يعني نتمنى أن يكون هناك نتمنى ولكن كل شيء يبلغ بالتمنى تجريها تشتهي السفن التهنئة يعني ما بتقللش من أي حد بالعكس بتزيد من نظر الناس بإحساس الاندماج اللي هما بينادوا به